وفيما يخص المرحلة الثانية قال وزير التعليم العلي والبحث العلمي محمد أيمن عشور إن المرحلة الثانية لتنصيق ستبدأ غدا الخميس بنفس ضوابط تنصيق المرحلة الأولى وأوضح عشور أن المرحلة الثانية لتنصيق تستمر حتى يوم الاثنين الثاني والعشرين من أغسطس وتستقبل مئتين وتسعة وستين ألفا ومئتين واثنين طالب بحد أدنى للشعبة العلمية مئتين وست واربعين درجة وللشعبة الأدبية مئتين وثمانين وثلاثين درجة هنبدأ من البكرة بإذن الله الخميس 18 أغسطس نتلقى رغبات ولادنا في المرحلة الثانية وفقا للأعلنها حتى يوم الاثنين وعشرين أغسطس بيست الله تقريبا المرحلة دي وفقا للمجميع المعلنة سنقبل 269 ألف ومتين واثنين طالب منهم في الشعبة الأدبية 45 ألف وتسعمائة وتمانية والشعبة العلمية مئتين تلاتة وعشرين ألف مئتين أربعة وتسعين طالب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر